اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عام 212 للهجرة القابه الشريفة كثيرة جدا منها على سبيل المثال النقي الهادي النجيب المرتضى العالم المتقي الفقيه الامين المؤتمن الطيب العسكري والناصح اما عن نقش خاتمه الشريف فقد حمل عبارة الله ربي وهو عصمتي من خلقه ان الامام جاءته الامامة مبكرة جاءته الامامة وهو في الثامنة من عمره اخذ اعداء المذهب يهرجون كيف يكون امام في دور الصبا طبعا نحن نقول بان الامامة هي كالنبوة فنلاحظ ان عيسى عليه افضل الصلاة والسلام جاءته النبوة وهو في المهد فاذا الله تعالى حينما بعث عيسى نبيا بهذا العمر قادر ان يجعل الامام الهادي او اي امام من الامة الاطهار بهذا العمر كان الامام علي الهادي عليه السلام قمة في الاخلاق الاسلامية فكان اطيب الناس مهجة واصدقهم لهجة وكان اعبد واعلم اهل زمانه كان همه رضا الله والتمسك بحبله المتين غير ابه بطلب اي شيء من مخلوق على الاطلاق فقد قال لبعض اصحابه ان الله علم منا ان لا نلجأ في المهمات الا اليه ولا نتوكل في الملمات الا عليه وعودنا اذا سألناه الاجابة ونخاف ان نعدل فيعدل فينا حاول العباسيون مرارا وقرارا على ان يقتلوا الامام يوم من الايام بعث المتوكل على اربع من الاجلاف قال عندما يدخل الامام الهادي فقطعوه بالسيوف واذا عندما دخل هؤلاء الاربعة اخذوا يقبلون ما بين يديه وما بين عينيه والمتوكل نفسه قام مستقبلا اليه من الذي جاء بك ابن رسول الله قال انت بعثت عليه قال لا دعا يا فلان يا فلان نادى على اولاده شيعوا سيدكم الى باب الدار اي اوصلوه واذا به سأل المتوكل اولئك الذين اوكلهم بقتل الامام الهادي ما الذي جرى قالوا والله لقد اخذتنا هيبته وما استطعنا ان نحرك ساكن وان نرفع سيف لوجه هذا الامام قال الامام الهادي عليه السلام من اتقى الله يتقى ومن اطاع الله يطاع ومن اطاع الخالق لم يبالي سخط المخلوقين ومن اسخط الخالق فليوقن ان يحل به سخط المخلوقين وقال الامام الهادي عليه السلام ان الله لا يوصف الا بما وصف به نفسه وانا يوصف الذي تعجز الحواس ان تدركه والاوهام ان تناله والخطرات ان تحده والابصار عن الاحاطة به نآ في قربه وقرب في نأيه كيف الكيف بغير ان يقال كيف واين الاين بلا ان يقال اين هو منقطع الكيفية والاينية الواحد الاحد جل جلاله وتقدست اسماؤه وقال عليه السلام من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره وقال عليه السلام الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون باتوا على قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فما اغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم واسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد دفنهم اين الاسرة والتيجان والحلل اين الوجوه التي كانت منعمة من دونها اضرب الاستار والكلل فافصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل قد طالما اكلوا دهرا وقد شربوا فاصبحوا بعد طول الاكل قد اكلوا ان المعتز العباسي الذي دس السمع عن طريق عملائه الى الامام الهادي وقضى على حياة الامام لما رأى ان هدفه قد تحقق وان الامام فارق الحياة ارسل المعتز اولاده ولاد الامام وكأنهم يشاركون اولاد الامام في منصيبة ابيهم فكانت شهادته عليه السلام يوم الاثنين في الثالث من رجب عام مائتين واربع وخمسين للهجرة ودفن في داره بسامراء وكان عمره الشريف اثنين واربعين عاما ومدة امامته اربعة وثلاثين عاما وقد اوصى الى ولدي الامام على الحسن العسكري عارض سامرت الدوي صرخ بافاق السماء من منارة تعالي الهادي وبتيفي ضد دماء هذا صوت الوحي ينعى والملايك لا طماء تنحابي وتبجي على فتر والدمع منها غمى كلها حسنانة على الناس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة